بسم الله الرحمن الرحيم أبناء وبنات الأعزاء طلاب الشهادة الإعدادية أهلاً ومرحباً بكم مع حلقة جديدة من حلقات اللغة العربية تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم إن شاء الله في هذه الحلقة هي بداية المراجعات العامة على الفصل الدراسي الثاني أحابي في البداية أوضح لكم نظام المراجعات التي سوف نتناولها معكم أول حاجة تنقسم المراجعات إلى ستة أجزاء الجزء الأول هو مراجعة عامة على دروس الوحدة الأولى للقراءة والنصوص الجزء الثاني سوف يشمل الوحدة الثانية قراءة أيضاً ونصوص المراجعة الثالثة سوف تشمل هو شرح ومبسط أيضاً للوحدة الثالثة لدروس القراءة والنصوص الجزء الرابع سوف يتناول مراجعة سريعة على أحداث قصة طموح جارية وبعض التدريبات المهمة على القصة الجزء الخامس هو مراجعة عامة على دروس المشتقات جميعاً وبعض التدريبات النحوية وأخيراً الجزء الأخير هو بعض النمازج الامتحانية لنمازج أخ العام نبدأ أولاً بالمراجعة الأولى هي مراجعة على الوحدة الأولى لدروس القراءة والنصوص نفضلوا معنا كده نبدأ أولى مراجعتنا مع نص سفينة نوح طبعاً نص سفينة نوح هو مجموعة من الآيات الكرآنية من سورة هود طيب من فضلك كده نحن هنقوم بمجموعة من الشرح المبسط لدروس المنهج كنوع من التسكرة وتثبيت المعلوم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتأس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه ساخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزي ويحل عليه عذاب مقيم في هذه الآيات هي طبعاً قصة بسيطة قصة سيدنا نوح مع قومه الذي دعا قومه لمدة ألف عام إلا خمسين عاماً دعا قومه للتوحيد والإيمان بالله الواحد الأحد ولكن قومه كانوا يتميزون بالعناد والقفر الشديد فلم يؤمن مع سيدنا نوح إلا مجموعة قليلة من الناس الذين آمنوا بالتوحيد لذلك أوحى الله عز وجل أوحي يعني أخبر أو ألهم عن طريق الوحي أنه لن يؤمن يا نوح من قومك إلا المجموعة الذين آمنوا معك فلا تبتأس أي لا تحزن يا نوح بما كانوا يفعلون ثم أمره الله عز وجل أن يصنع الفلك الفلك معنى السفينة أو السفن للمفرد والجامع واصنع الفلك بأعيننا ووحينا أي بحفظنا ورعايتنا ولا تخاطبني أي لا تحدثني في الذين ظلموا أي الذين كفروا من قومك إنهم مغرقون ويصنع الفلكة وكلما مر عليه ملؤ من قومه ساخروا منه هذه الآية تتناول سخرية قوم نوح من سيدنا نوح أثناء صنع السفينة سيدنا نوح كان يصنع السفينة على الرمال بعيدا عن البحار فتعرض لسخرية قومه ماذا تفعل يا نوح؟ أين تسير هذه السفينة؟ هل تسير في الرمال؟ وتعرض لسخرية قومه ولكن سيدنا نوح بإيمان الواصل بالله عز وجل ومن وعد الله عز وجل قال إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخروا فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزي ويحل عليه عذاب مقيم أي دائم لا ينقطع وهذا دل على المهانة وشدة العذاب التي سوف يتعرض لها قوم طيب حتى إذا جاء أمرنا وفار الطنور هذه الآية تتناول الإشارة إشارة بداية الطفان التي أعطاها الله عز وجل لسيدنا نوح ما هذه الإشارة؟ الإشارة هي أن يندفع الماء من الفرن الطنور معناها الفرن وتجمع على تنانية عندما يرى هذه الإشارة يحمل من كل زوجين سنين من كل زوجين سنين من جميع المخلوقات من الحيوانات والطيور زوجين سنين ذكر وأنسة لإعاية الإعمار مرة أخرى بعد انتهاء الطفان وماذا يحمل أيضا؟ يحمل من آمن معه إلا قليل وأيضا يحمل معه أهله يعني عائلته إلا من سبق عليه القوت أي الذين كفروا من أهله وهو زوجته كانت كافرة وكان له ابن كافر يتميز بالعناد والكفر الشديد طيب وعندما جاءت الإشارة قال ركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال توضح الآية مدى ارتفاع وعلو الموج ولكن سيدنا نوح بعاطفة الأبوة كان لديه أمل في هداية ابنه لآخر لحظة قال يا بني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين طيب تعالوا ننتقل إلى أهم مواطن الجمال وأوحي إلى نوح أوحي أوحي بني الفعل للمجهول للعلم بالفاعل وهو الله عز وجل أنه لن يؤمن أسلوب مؤكد بإن لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن لن وإلا ده أسلوب توكيد وقصر بالنفي بلن والاستثناء بإلا يفيد طبعا التخصيص والتوكيد قد آمن أسلوب مؤكد بقد زائد الفعل الماضي لا تبتأس ده أسلوب نهي تبتأس معناها تحزن لا تبتأس وطبعا غرضه النصح والإرشاد تعالوا ننتقل إلى الموطن التالي واصنع الفلكة أسلوب أمر غرضه النصح والإرشاد بأعيننا ووحينا أي بحفظنا ورعايتنا وتوجيهنا تعبير يدل على رعاية الله وحفظه لسيدنا نوح عليه السلام إنهم مغرقون وإذنهم مغرقون أسلوب مؤكد بإنه وهو تعليل لما قبله كلما مر عليه ملأ من قومي ساخروا منه كلما أداة شرط تفيد الاستمرار والتكرار ملأ ناكرا للتحقير وساخروا منه طبعا نتيجة لما قبلها وهي جواب الشرط السابق تعالوا ننطقي الموطن التالي فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم كلمة عذاب نكرة للتهويل لتهويل لبيان شدة العذاب عذاب يخزيه ماذا أفاد وصف يخزيه لكلمة عذاب؟ يحب مدى المهانة والزل التي سوف يتعرض لها الكفار عذاب مقيم أيضا وصف كلمة عذاب بكلمة مقيم يدل على استمرار وسبات العذاب للكفار دون انقطاع احمل فيها من كل زوجين سنين أسلوب أمر غرضه النصح والإرشاد تعالوا ننتقل للموطن التالي وما آمن معه إلا قليل أيضا ما وإلا ده أسلوب بردو توكيد قصر وتوكيد بالنفي والاستثناء بإلا يفيد التخصيص والتوكيد مجريها ومرساها كلمة مجريها أي سيرها في الماء ومرساها أي رسوها أو وقوفها على الشط أيضا بينهما تضاد يبرز المعنى ويوضعه إن ربي لغفور رحيم أسلوب مؤكد هنا وسلته إن للتأكيد وأيضا لام التوكيد إن ربي لغفور رحيم يبقى مؤكد بمؤكدين يؤكد على عظم مغفرة الله ورحمته بالمؤمنين وأيضا غفور ورحيم صيغتان مبالغة يدل على كسرة الرحمة والمغفرة موج كالجبال تصوير جميل للموج في علوه بارتفاع الجبال يدل على مدى ارتفاع الموج وشدة الطوفان يا بني أسلوب نداء أيضا غرود تنبيه ويوضح مدى حب سيدنا نوح لابنه وطبعا أمله في هدايته اركب معنا أسلوب أمر غرضه النصح والإرشاد لا تكن مع الكافرين أسلوب نهي أيضا غرود تحزير من عاقبة الكفر طيب تعالوا ننتقل إلى بعض التدريبات على النص هات ما يأتي المرد بأعيننا كلمة أعيننا أي بحفظنا ورعايتنا جمع وحي تجمع على وحي نفس على الحروف مع تغيير الضبط وحي مضاد مغرقون عكس الغرق هو النجاح إذا مغرقون مضادها ناجون ننتقل إلى السؤال التالي فسر الآيات السابقة بإسلوبك كما ذكرنا أثناء الشرح أن الله عز وجل أخبر سيدنا نوحا بأنه لن يؤمن من قومه غير المجموعة القليلة الذين آمنوا معه وأمره أو نهاء عن الحزن بما فعل هؤلاء القوم وأمره بصنع سفينة حتى ينجم من الطوفون وأن لا يطلب العفو لهؤلاء الكافرين أكمل ما يأتي كلمة أوحية بني الفعل طبعا للمجهول للعلم بالفاعل وهو الله عز وجل لا تخاطبني أيضا أسلوب نهي طبعا غرضه النصح والإرشاد ننتقل إلى السؤال التالي أكمل ما يأتي إنهم مغرقون أسلوب توكيد علاقته بما قبلها طبعا تعليل لما قبله في عدم الخطاب لله عز وجل كلما أدات شرط أيضا تفيد التكرار والاستمرار طيب كده شباب انتهينا من تناول مراجعة سريعة على نص سفينة نوح تعالوا ننتقل إلى باقي دروس الوحدة الأولى مع درس القراءة الحياة دقائق وسواني طبعا نحن نقوم بمراجعة سريعة لتثبيت المعلومة ونظرا لدق الوقت بنحاول نقص المضمون حتى نثبت المعلومة طيب أول حاجة درس الحياة دقائق وسواني يتحدث هذا الدرس أو مضمون الدرس يتحدث على أن للأسف بعض الناس يتعاملون مع الوقت أو استثمار الوقت بطريقة خاطئة فبعض الناس يبحثون عن وسائل للترفيه والتسليع طبعا لقضاء وقت اقليم أو أن هو لوقت الفراغ في شيء غير مفيد ولا يعرفون أن الاستفادة من الوقت أو أن هذا الوقت هو حياتهم هو عمرهم وأن مقياس عمر الإنسان يقاس بما يقدمه من خير ونفع للبشرية وأشار أيضا أن الشاعر الكبير أحمد شوقي أشار إلى أهمية عمر الوقت أو أهمية حساب الوقت بالدقائق والسوان بقوله دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وسواني فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر الإنساني عمره ثاني طبعا يشير أحمد شوقي إلى أهمية استغلال كل دقيقة وكل ثانية من عمر الإنسان في أعمال الخير وفي أعمال التي تفيد الآخرين حتى يرفع للإنسان ذكره بعد موته في إفادة الآخرين لأن الذكر للإنسان عمره ثاني ثم بعد ذلك انتقل إلى كيفية الإفادة من وقت الفراغ وضرب مثال للاستفادة من وقت الفراغ هو العلماء العلماء هم أفضل الناس الذين يستفيدون من وقت الفراغ وأعطى مثال طبعا للعالم الأشهر طبعا إسحاق نيوتن الذي طبعا إسحاق نيوتن الذي سقطت فوقه التفاحة فيه كانت في لحظة تأمل وتفكر فطبعا بدأ يسأل نفسه عدة أسئلة لماذا سقط التفاحة بهذا الشكل العمودي لماذا لم تنحرف ناحية اليمين أو ناحية اليسار وفي النهاية توصل إلى اكتشاف الجاذبية الأرضية الجاذبية الأرضية التي نجحت أن تساعد الإنسان في تخطي حاجز الفضاء مستكشفا الأرض والكواكب والمجرات الأخرى وفي النهاية الكاتب بيدعو إلى التفكر والتأمل وبيقول هنا أن قليل من الوقت يخصص كل يوم لتنفيذ شيء معين قد يغير مجرأ الحياة ويجعلها أفضل مما نظل وأرقى مما نتخيل دي الحقيقة اللي الكاتب بيأكد عليها ده كان مضمون بسيط أو شرح مبسط لموضوع الحياة دقائق وسواني تعالوا ننتقل إلى أهم الأسئلة في الموضوع السؤال الأول كيف يسيء البعض استغلال وقت الفراغ يسيء البعض استغلال وقت الفراغ في البحث عن وسائل للترفيه والتسلية لقتل الوقت أو ضياعه وقد يستخدم وقت الفراغ في الله الفاسد الذي لا يفيد طيب السؤال التالي بما يقاس عمر الإنسان يقاس عمر الإنسان بما يقدمه من خير وعلم ينفع البشرية السؤال التالي أكد أمير الشعراء أحمد شوقي على تقدير قيمة الوقت وحسن استثماره وضح ذلك قلنا عندما طبعا قال أمير الشعراء ضقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وسواني فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ساني السؤال التالي بما نصحنا الكاتب في نهاية مقاله وما الحقيقة المهمة التي أشار إليها نصحنا أن نسأل أنفسنا دوما كيف نستغل أوقات فراغنا فيما ينفع ويفيد والحقيقة المهمة التي أشار إليها هي أن قليلا من الزمن يخصص كل يوم لإنجاز شيء معين قد يغير مجرى الحياة ويجعلها أفضل مما نظن وأرقى مما نتخيل دي الحقيقة اللي أكد عليها الكاتب تعالوا نتناول بعض التدريبات على الموضوع يبحث الناس في العصر الحالي عن وسائل الترفيه والتسلية لكي يقتلوا بها أوقاتهم فلا يدري هؤلاء الناس أن عمر الإنسان يقاس بالثواني والدقائق وأن الثانية الواحدة من عمر الإنسان قد تنجز عملا يفيد البشرية مدى الحياة السؤال الأول هات مرادف الترفيه ما معنى الترفيه طبعا كلمة الترفيه هي الترويح أو التخفيف عن النفس مضاد يدري يدري بمعنى يعلم أو يدرك يبقى طبعا مضادها يجهل جمع الإنسان كلمة الإنسان تجمع على الأناسي الإنسان جمعها الأناسي وليس الناس ننتقل إلى السؤال التالي ما الذي توصل إليه نيوتن وكيف ذلك توصل لنظرية الجاذبية الأرضية عن طريق التأمل والتفكر والبحث وطرح الأسئلة على نفسه ومحاولة إيجاد إيجابات مقنعة لهذه الأسئلة وفي النهاية توصل طبعا إلى اكتشاف الجاذبية الأرضية طيب السؤال التالي كيف أفادت نظرية الجاذبية الأرضية البشرية بوجه عام استطاع الإنسان أن يتخطى حاجز الفضاء مستكشفا الأرض والقمر والكواكب والمجرات وأيضا ساعد ذلك في حركة انتقال المركبات والطائرات والسفن وغيرها كده يا شباب انتهينا من تناول موضوع الحياة دقائق وسواني ننتقل إلى الموضوع التالي في الوحدة الأولى وهو نص خلال كريمة للشاعر الكبير حافظ إبراهيم فضلكم نركز مع بعض في هذا النص النص خلال كريمة كلمة خلال بمعنى صفات وكريمة بمعنى طيب أو حسن أو حميد طيب الشاعر في هذا النص يقول إني لتطربني الخلال كريمة طرب الغريب بأوبة وتلاقي وتهزني ذكر المرؤة والندى بين الشمائل هزة المشتاقي فإذا رزقت خليقة محمودة فقد استفاق مقسم الأرزاقي فالناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق ثم بعد ذلك يتحدث عن حظوظ الناس السلاسة المال والعلم ومكارم الأخلاق ويحدد احتياج كل حظ أو كل الرزق إلى الآخر فقال والمال إن لم تدخره محصنا بالعلم كان نهاية الإملاق والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق لا تحسب أن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق طيب في هذه الآيات أو الأبيات يوضح الشاعر أو يؤكد الشاعر سعادته بالأخلاق الكريم إني لتطربني أي تسعدني الخلال أي الصفات كريمة الخلال الصفات ومفردها الحلة كريمة أي طيبة أو حسنة ومضدها سيئة أو زميمة طيب إني لتسعدني الخلال الصفات الكريمة ويشبه مدى سعادته بالأخلاق الكريمة بسعادة الغريب أي المسافر طرب الغريبي بأوبة أو بمعنها عودة ومضدها رحيل بأوبة وطلاقي أي لقاء الأهل والأحباب في البيت الأول يؤكد الشاعر سعادته بالأخلاق الكريمة ويشبه هذه السعادة بسعادة المسافر العائد إلى وطنه وعندما يلطقي بأهله وأحبابه وتهزني أي تسعدني أيضا ذكرى أي أحاديث المرؤة والشهامة المرؤة معنها الشهامة والرجولة والندى أي القرم من أهم الصفات أو من أفضل الصفات التي تهز مشاعر الشاعر أو تؤثر في شعوره هي أحاديث الرجولة والشهامة والقرم بين الشمائل هزة المشطاق المشطاق بمعنى المنجذب ومضادها النافر أو الكاره ثم ينطقل الشاعر في البيت السالس ويؤكد على حقيقة مهمة وهي أن الرزق هو خلق أو الخلق هو رزق عظيم من الله عز وجل لا يقل عن المال أو العلم بل يزيد عنهما فإذا رزقت خليقة محمودة إذا رزقت خليقة أي خلق محمود أي حسن فقد استفاق أي اختارك مقسم الأرزاق وهو الله عز وجل إذا رزقك الله بأخلاق كريمة اعلم أن الله قد استفاق وقد فضلق عن الباقين وهو مقسم الأرزاق ثم يؤكد الشاعر أو قسم الشاعر حزوز الناس من الرزق إلى سلاسة أنواع فالناس وهذا حزوه مال بعض الناس رزقه الله بالمال وهذا علم والبعض الآخر رزقه الله بالعلم وزاك مكارم الأخلاق وأيضا استخدم اسم الإشارة زاك ما للبعيد يدل على علو منزلة صاحب الأخلاق الكريمة ثم ينتقل بعد ذلك في البيت الخامس ويوضح أن المال إن لم تدخره محصنا بالعلم أي أن المال يحتاج إلى العلم لكي ينمي ويكي يحافظ عليه إن لم يكن مع المال علم فيؤدي إلى الفقر والإفلاس الشديد ثم بعد ذلك البيت السادس يؤكد أن العلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كنمطية الإخفاق أي أن العلم أيضا يحتاج إلى أخلاق تعلي من هدفه أو تعلي من شأنه لأن العلم ينقسم إلى قسمين أو العلم سلاح زحدين هناك عالم يستخدم علمه في ضرر الناس أو في ضرر البشرية وفي الضمار وغيره هذا عالم طبعا صفاته سيئة ليس لديه أخلاق بل يدمر ويخرب في البشرية وهناك عالم آخر لديه أخلاق حميدة توجهه أو ترشده إلى إفادة الناس بهذا العلم علاج بعض الأمراض وغيرها هذا العلم يحتاج إلى الأخلاق لكي تعلي من شأنه وإن لم يكن مع العلم أخلاق تعلي من شأنه كان نهاية أو كان مطية الإخفاق أي كان وسيلة أو رقوبة تؤدي بصحبة إلى الفشل في آخر يختم الشاعر البيت الأخير لا تحسب أن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه ربه بمعنى صاحبه وجمعها ربوب وأرباب بخلاق أي بنصيب من الخير ده كان شرح مبسط لنص خلال كريمة كاملة تعالوا ننتقل إلى أهم مواطن الجمال إني لتطربني الخلال كريمة إني أسلوب مؤكد طبعا بإن بإن ولام التوكيد يبقى مؤكد بمؤكدين إن ولام التوكيد وأيضا في تصوير للخلال بنغم جميلة تبعث السعادة في قلب الشعر جاءت الخلال جمع تفيد الكسرة كريمة نكرة تفيد التعظيم طرب الغريب بأوبة وطلاقي ما الجمال في هذا التعبير طرب الغريب بأوبة وطلاقي طبعا في تصوير وتشبيه جميل صور الشعر فرحته بالأخلاق أو الصفات الكريمة بفرحة العائد إلى طبعا وطنه وأهله بعد طول غياب ولقاء أولاده وأحباب عطف طلاقي على أوبة أوبة وطلاقي يؤكد أن سعادة الغريب لا تكتمل إلا بلقاء طبعا أهله وأحباب ننتقل إلى الموت التالي وتهزني ذكرى المرؤة والندى بين الشماء لهزة المشتاقي تصوير لتأسطر الشاعر بذكر المرؤة أي الشهامة والرجولة والندى أي القرم بتأسطر المشتاق بلقاء أحباب اختار الشاعر لماذا اختار الشاعر المرؤة والندى المرؤة معناها الرجولة والشهامة والندى معناها القرم لأنها من أهم الصفات التي كان يعتز بها العربي إذا رزقت خليقة محمودة تصوير للخليقة المحمودة برزق ثمين منحه الله عز وجل لمن اختاره من عباده وأعطاه الأخلاق الحمد بني الفعل رزقت طبعا بني الفعل رزقت وأصل الجملة رزقك الله عند بناء الفعل المجهول طبعا لم يذكر الله عز وجل للعلم به وهو الفعل وهو الله عز وجل تعالوا ننتقل إلى الموطن التالي فقد استفاق مقسم الأرزاق أيضا أسلوب مؤكد بقد يؤكد تكريم الله سبحانه وتعالى لمن يرزق بأصفات المحمودة الشطر الثاني نتيجة للشطر الأول الناس هذا حظه مال وزا علم وزا كمكارم الأخلاقي نلاحظ هناك تقسيم لحظوظ الناس فهذا يسمى حسن تقسيم يعطي جرسا موسيقيا يطرب الأذن ويريح النفس تعدد العطف يدل على تنوع الأرزاق لأن الرزق ليس مال فقط الرزق ليس مال الرزق أشياء كثيرة رزقها الله عز وجل للإنسان فالأمان هو رزق راحة البال رزق صلاح الأولاد هو رزق كل هذه أرزاق يعطيها الله عز وجل فإذن الرزق متنوع ولكن الكاتب أو الشاعر ذكر ثلاثة أنواع فقط من الرزق على قد البيت الرابع هو الذي يحفظ المال ويصونه المال والإملاق الإملاق معناها الفقر يبقى إذن المال والإملاق بينهما تضاد يوضح المعنى ويؤكد العلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه تصوير جميل صور الشمائل بصور يحيط بالعلم ويحمي يتوج ربه بخلاق كلمة يتوج يتوج أي يكلل يلبس التاج وربه أي صاحب الأخلاق كلمة ربه هنا لا تعني الله عز وجل كلمة ربه يقصب بها صاحب أو رب الأخلاق يعني صاحب الأخلاق عندما أقول رب البيت أي صاحب البيت فكلمة هنا يتوج ربه بخلاق أي يكلل صاحبه بنصب من الخير وأيضا تصوير جميل للأخلاق الكريمة بالتاج الذي يزين رأس صاحبه تعالوا نتناول بعض التدريبات على النص السؤال الأول بما صور الشعر سعادته في الفقرة أو شعادته بالأخلاق الكريمة أو الصفات الكريمة في البيت الأول بما صور الشعر سعادته بالصفات الكريمة أرجو أن تشاركوني الإجابة صورها بسعادة العائد اللي هو المسافر من الغربة طبعا حينما يلتقي بأهله وأحبابه طيب السؤال التالي ما أهم الشمائل التي تؤثر أو تهز مشاعر الشعر طبعا المروءة والشهامة والقرب ما حزوز الناس في الحياة طبعا حزوز الناس في الحياة تنقسم حزوز الناس في الحياة إلى سلاسة أقسام منهم من يرزق مالا ومنهم من يرزق علما وآخر يرزق بالأخلاق الكريمة التي هي أفضل الأرزاق السلاسة تعالوا نتناول هذا التدريب يقول الشاعر إني لا تطربني الخلال كريمة طرب الغريب بأوبة وتلاقي وتهزني ذكرى المروءة والندى بين الشمائل هزة المشطاقي فإذا رزقت خليقة محمودة فقد استفاق مقسم الأرزاق اختر الإجابة الصحيحة مما بين البدائل التالية مفرد الخلال هل مفردها الخلية أم الخلة أم الخال طبعا مفردها الخلة السؤال التالي مضاد المشطاق المشطاق معناها المحب أو المنجزب هل مضادها المحب أم المنجزب أم النافر طبعا النافر لأن الذي يشطاق مضادها ينفر من هذا الشي السؤال التالي مرادف المروءة المروءة هل مرادفها النذالة أم القرم أم الشهامة طبعا مرادفها الشهامة السؤال التالي وضح الجمال فيما يأتي كان مطية الإخفاق تصوير جميل صور العلم بلا أخلاق ترشده إلى الخير كأنه مطية تورد صاحبها موارد الهلاك والضمار لا تحسب أن العلم ينفع وحده لا تحسب أن ما نوع الإسلوب؟ طبعا أسلوب نهي غرضه النصح والإرشاد والتوجيه وهو أسلوب مؤكد أيضا بنون التوكيد ليدل على أهمية العلم وارتباطه بالأخلاق الكريمة يتوج ربه بخلاق كما ذكرنا تصوير جميل صور الأخلاق الكريمة بالتاج الذي يزين رأس صاحبه كده شباب انتهينا من مراجعة عامة على دروس الوحدة الأولى للقراءة والنصوص هذه المراجعة كانت عبارة عن شرح مبسط شرح مبسط نوع من التسكرة لدروس الوحدة الأولى تناولنا شرح مبسط لنص سفينة نوح ثم تناولنا بعد ذلك تناولنا موضوع الحياة دقائق ثواني ثم انتهينا بعرض لنص خلال كريمة أرجو أن أكون قد أفدتكم في هذه المراجعة مع لقاء إن شاء الله في المراجعات التالية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة